تحديث لينوكس وخاصة فيما يتعلق بتحديث الكرنل أو البوتلودر وعلى وجه التحديد بالتوزيعات الرولينج مثل أرش قد يتسبب ببعض الأحيان بنظام معطوب وغير قابل للإقلاع وقبل ما ترتعب أو تلجأ للحل النووي بفورمات النظام فممكن أنك تستخدم أحد الطرق اللي رح نشوفها بفيديو اليوم لعلاج البوتلودر المعطوب فالنظام اللي رح نقوم بإصلاحه اليوم هو أرش لينوكس مثبت باستخدام سكريبت أرش انستول على جهاز UEFI مع نظام ملفات بتر اف اس باستخدام هيكلية ساب فوليومس اللي تم إنشاءها بشكل أوتوماتيكي من ضمن أرش انستول بحد ذاتها اللي رح نشوفها ونحتاجها بعد شوي وبدون موجود أي إقلاع مزدوج مع ويندوز أو وجود أي توزيع تانية موجودة إلى جانب أرش هلأ إذا كان الستوب اللي موجود عندك مختلف عن هالستوب فلابد من إنك تقوم بالتعديلات الضرورية وخاصة فيما يتعلق بالبارتشنز والسب فوليومس في حال كنت عم تستخدم بتر اف اس أو البارتشنز المناسبة في حال استخدامك اي اكس تي فور أو الليجاسي بايوس وفي حال استخدامك لتوزيع غير أرش فبعض الكومنتز ممكن إنها تكون مختلفة رح نستعرض ثلاث طرق مختلفة ومرتبة حسب صعوبتها وخطورتها بس بالحالات الثلاثة رح نكون بحاجة لملف أرش آيسو بالنسبة للطريقة الأولى والتانية وملف أرش آيسو بالإضافة إلى ملف جي بارتد آيسو للطريقة الثالثة وهالملفين لازم إنك تقوم بحرقهم إما على فلاشتين مختلفين أو إذا كنت بتستخدم أداة فينتوي فالملفين لازم يكونوا موجودين على الفلاشة اللي موجود عليها فينتوي فالنظام اللي موجود عندي طبعا هاد ماكينة افتراضية بس أنا قمت بشكل متعمد بتخريب البوتلودر اللي هو جرب وبالتالي فالإقلاع من هاد النظام مستحيل الطريقة الأولى اللي رح نستخدمها اللي هي الأسهل رح تكون بكل بساطة هي أنه نعيد تثبيت الكرنل نعيد توليد الإيميش الخاصة بالكرنل ونعيد تثبيت الجرب وهذا الشي رح نقوم فيه باستخدام ملف الآيسو أو الإقلاع من الفلاشة وبعدها نعمل عملية شروط فبالبداية رح قل له LSBLK لحتى نشوف شو هي البارتشينز اللي موجودة عندي شايف انه الفيدي ايت اتنين اللي هو حجمه أكبر مستخدم للسيستيم فرح اعمل عملية ماونت لهذا البارتشين على الماونت بوينت اللي هي سلاش ام ان تي بس باعتبار انه هاد النصام هو بتر اف اس فلازم اني حط اوبشن محددة لحتى حدد شو هو السب فوليوم فرح نقل له ماونت سبيس داش او اللي هي الابشن سبيس سب فول يساوي ات اللي هو السب فوليوم الخاص بالسيستيم وبعدين رح نقل له سبيس سلاش ديف سلاش في دي اي تو رح احطه على السلاش ام ان تي هلأ رح اعمل شروط اولي او مبدئي لهاي النقطة فرح نقل له ارتش داش شروط سبيس سلاش ام ان تي انا عملت الشروط بس لحتى اعرف شو هي السب فوليوم اللي موجودة على هاد النظام فرح نقل له بي تي ار اف اس سب فوليوم بعدين سبيس سلاش سبيس ليس بعدين اللي سلاش او اللي هي الروت السيستيم فرح شوف انه في عندي الات هوم ات لوج ات باكيج ات دوت سناب شوت هلأ انا اللي بهمني من كل هاي القصة اللي هو الات باكيج بس رح اعمل عملية مونت لكل السب فوليوم فبالبداية لازم اني اطلع من قلة شروط المبدئي اللي عملته فرح نقل له اكسيت وارجع اعمل عملية مونت لكل السب فوليوم اللي ما لها موجودة فرح ارجع باستخدام الاسهم للأمر اللي عملت في عملية المونت ورح اضيف هالسب فوليوم اللي شفناها من لحظات وبالتأكيد ما ننسى نعمل عملية مونت لالبورتيشن اللي في عليه البوت اللي رح يكون مونت سبايس سلاش ديف سلاش في دي اي واحد هاد رح يكون على الام ان تي سلاش بوت بعدها رح ارجع واعمل التشروط الفعلي فرح نقل له ارش داش تشروط على سلاش ام ان تي هلا كل الخطوات اللي عملتها عمليات المونت اللي عملتها خاصة بالسيناريو او بالهيكلية اللي موجودة عندي لحتى ارجع ثبت الكيرنل مرة تانية مثل ما حكيت بالمقدمة اذا كان في عندك هيكلية مختلفة فلازم تشوف شو هي البرتيشنز والسبوليومز اللي موجودة عندك بس هلا انا صرت قادر اني ارجع وذبت الارت اللينوكس الكيرنل اذا كان بدك تستخدم اكتر من كيرنل فممكن بهاي الخطوة انك تقوم فيها فرح نقل له باكمان داش كابيتل اس رح قل له اللينوكس والحزمة التانية اللي رح سبتها اللي خاصة بالفيرموير الخاص بالمعالج اللي عندك فبالاعتماد اذا كنت عم تستخدم انتل او اي ام دي رح يكون اسم الحزمة اما انتل داش يو كود او اي ام دي داش يو كود فرح سبت هالحزمتين انا بس عمالي قوم باعادة تثبيتهم مرة تانية باعتبار انه مسبتين انا هلا حاليا موجود بالنظام الفعلي بالنظام الاساسي ما ععدت بالفلاشة فبعد ما انتهت عملية التثبيت لازم اني عيد توليد الصورة الخاصة بالكيرنل هلا هو قام باعادة توليدها وقت اللي سبتت الحزمة بس الخطوة هاي ممكن انك تقوم فيها اذا ما امت بالخطوة اللي قبلها فالكومنت رح يكون mk init cpio space dash capital P الcapital P تستخدم في حال كان في عندي اكتر من كيرنل واحدة على النظام فرح نقل له اوكي ورح يقوم بتوليد الصور الخاصة بالسي بيو والكيرنل بحد ذاتها هلا اللي ضل علي هو اني عيد تثبيت جراب فرح نقول له grab dash install space dash dash target يساوي x86 underscore 64 dash efi space dash dash efi dash directory يساوي slash boot طبعا هاد الامر خاص باجهزة UEFI اذا كان جهازك بيستخدم legacy bios فالامر رح يكون مختلف بعض الشيء ممكن انك ترجع لarch wiki لحتى تشوف شو هي التعديلات اللي بدك تعملها على هاد الامر والامر الاخير اللي ضل علينا انه نعمله انه نقل له grab dash make config space dash o space slash boot slash grab slash grab dot grab dot cfg هلا بهذا الشكل خلصنا رح نقل له exit لنطلع من اللي تشروت ورح نقل له reboot انا بالماكينة الافتراضية رح اعمل عملية shut down بس لحتى تشيل ملف ال ISO ورح نرجع نقلع النصام مرة تاني وبعد ما عملت اقلاع رح شوف انه اللي grab او bootloader رجع اشتغل مرة تاني بس هالنصامي شغال رح نقوم بعملية الاقلاع ومثل ما اللي شايف انه طلع عندي الجي دي ام وهذا الكلام معناه انه نصامي رجع اشتغل مرة تانية الطريقة التانية رح تبتدي بطلب زغنون على وهو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين والطريقة رح تتضمن انه نحذف اللي grab بشكل كامل ونستعيد عنه بسيستم دي بداش بوت اللي هو bootloader تاني شبيه بقرب ولكن من اسمه واضح انه بيشتغل فقط مع الانظمة اللي في عليها السيستم دي ولكن العيب الوحيد مع السيستم دي داش بوت انه بيشتغل فقط على الاجهزة اللي بتستخدم UEFI او على اجهزة UEFI فاذا كان جهازك بيستخدم Legacy BIOS فهي الطريقة ما رح تشتغل معك فهلأ مرة تانية رجعت اقلعت من الفلاشة ورح نشوف شلي خطوات اللي بدي اعملها بالبداية كل الخطوات اللي عملتها لغاية الوصول للتشروت رح اعملها بالترتيب بمعنى انه كل عمليات الماونت رح ارجع واعملها مرة تانية طيب بعد ما عملت التشروت الخطوة الاولى اللي رح نقوم فيها انه نحذف حزمة grab فرح نقل له باكمان طبعا هاد الكلام اذا ما كنت ناوي انك ترجع تستخدم grab بالمسابل بس بامكانك انك ترجع تثبتها اذا بدك تستغني عن systemd-boot وترجع ل grab القديم فرح نقل له pacman-R-grub والخطوة اللي بعدها هي اختيارية متل ما حكيت اذا ما بدك ترجع تستخدم grab بالمستقبل هي لو اجينا للمسار اللي هو slash boot وقلت له ls-la فرح شوف انه بهذا المسار اللي هو slash boot في عندي مسار اسمه grab وفي عندي الملفات الاربع باللون الاخضر اللي رح نستخدمها هلأ ملف grab مسار grab ممكن انك تحسفه متل ما قلت هاد الوضع اختياري هلأ بس انا رح اتركه على حاله الخطوة الاولى لاستخدام systemd-boot هي استخدام الامر التالي bootctl space install هلأ شايف بالoutput انه قال لي انه عمل عملية creation لعدد من الملفات والمسارات فلو رجعت لامر ls مرة تانية رح شوف انه طلع عندي مسار جديد اسمه loader لو شفت شو محتوى هاد المسار فرح نقل له cd loader وباستخدام ls رح شوف انه في عندي ملف اسمه loader.conf وفي عندي مسار اسمه entries لو اشيت ال entries وكمان رجعت لل ls رح شوف انه هاد المسار فاضي هلأ بهاد المسار رح قوم بانشاء ملف لكل كرنل موجودة على نظامي هاد ملف ال config رح قوم بكتابته بشكل يدوي هلأ اذا كنت عم استخدم arch install للتثبيت للمرة الاولى واخترت ال systemd dash boot كboot loader فرح يقوم بانشاء كل هاي العمليات الملفات بشكل اوتوماتيكي بس نحنا باعتبار انه بمرحلة اصلاح نظام رح نقوم بانشاء هالملفات بشكل يدوي اسم الملف بيكون بالشكل اللي بيناسبك بس انا رح قوم بانشاء ملف اسمه arch.conf ضمن هاد الملف رح يكون في عندي بشكل اساسي خمس اسطر كل سطر رح يكون في عندي كلمة مفتاحية وقيمة هالكلمة فاستطر الاول الاجباري اللي هو title اللي هو الشي اللي بدي يطلع وقت اللي بيقلع النظام فهاد title انا بالعادة بفضل انه يكون متناسب او متناسق مع الكيرنل اللي عمالي اللي قمت بانشاء هاد الملف عشانها فهاد الملف الاول رح يكون لكيرنل عادية مالها lts او zen او hardened او اي شي فرح سميه بكل بساطة arch linux هلا الاسطر اللي بعده اللي رح تكون اجبارية اول شي رح نحط الكلمات المفتاحية وبعدين منعبيها السطر الاول رح يكون linux السطر التالت والرابع رح يكونه emit rd والسطر الاخير رح يكون options طيب بالنسبة لسطر اللينوكس اللي هو رح نحط فيه شو هي الكيرنل اللي بدي استخدمها من وين بجيب شو اسم الكيرنل رح نستخدم اللي هي نقطين r وبعدين رح نشوف شو هو محتوى مسار سلاش بوت باستخدام ls فرح قل له ls سلاش بوت فرح شوف الملف اللي بدي استخدمه او الصورة اللي بدي استخدمها اللي هي vm linux dash linux فرح ايجي لسطر اللينوكس وبعدين وبعد اللينوكس رح قل له سلاش لحتى يكون الكلام بشكل صح رح يكون سلاش vm dash linux بالنسبة للانيت rd بالسطرين التالت والرابع كمان رح ناخدهن من نفس المحتوى للبوت اللي هن رح يكونوا الانتل كمان سلاش intel dash ucode dot img والانيت اللي بعدها كمان رح يكون slash init ram fs dash linux dot img طيب بالنسبة للمحتوى اللي جبناه من ls ما عدت بحاجته فرح نحزفه هلأ قبل ما نيجي للا options رح يكون في عندي رح استخدم نفس اللي تريك اللي استخدمتها من شوي فرح نقل له نقطتين r و exclamation mark بدي استخدم امر bl kid لحتى جيب ال partitions وال uuid الخاص فيها فرح نقل له bl kid طيب بالنسبة للا options اللي هي اللي اهم اتنين رح نكون بحاجتهم لحتى نوصل لبوت بالسيستم هنن ال partitions اللي في عليه النظام وليس ال boot partition يعني اللي موجود عليه كل ملفاتي وال sub volume باعتبر انه انا على better fs ال sub volume الخاص بهذا ال partitions او بالسيستم فرح يكون بالنسبة لل option رح نقل له root لحتى نجيب لحتى نحط partition النظام انا رح استخدم ال uuid فرح قل له root يساوي uuid يساوي ورح ايجي لل vda 2 اللي هو partition النظام ورح انسخ ال uuid الخاص فيه رح ايجي وحطه هون وبالنسبة لل sub volume رح قل له root flags يساوي sub vol يساوي at مثل ما شفنا بالطريقة الاولى كان sub volume اللي هو ال at ولا حتى يكون النظام readable writable رح قل له r w كمان رح احزف المحتوى اللي معت بديها بهذا الملف ورح احفظه واطلع منه بس قبل ما اعمل اعادة تشغيل او اطلع من التشروط هلا انا حاليا لساني موجود بالمسار اللي هو loader entries فلو رشعت مسار لورا وقلت له بدي هلا عدل ملف loader اللي شفناه من شوي loader.conf فرح قل له vim loader.conf اللي رح اعمله بهذا الملف اني رح احزف الهاشة اللي موجودة ببداية سطر time out وسطر console dash mode او ايسا كانوا السطرين مالهم موجودين اني قوم باضافتهم هاد كل شي بدي اياه بهذا الملف فرح اطلع من التشروت فرح نقل له exit ورح اعمل reboot بالماكينة الافتراضية رح اعمل shutdown ولو رجعنا اقلعنا من النظام مرة تانية لنشوف بعده شغال او لا وهل رح يستخدم ال grab او يستخدم systemd dash boot فهذا هو systemd dash boot ومثل ما اللي شايف الاسم اللي حطيته بتايتل اللي هو arch linux طلي عندي بهذا الملف ببدايته فهلأ عملية الاقلاع رجعت اشتغلت مرة تانية وما عاد في عندي اي مشاكل رجعت حصلت على نظام شغال من اول وجديد منيجي هلأ للطريقة التالتة والاخيرة اللي هي طريقة نووية وخطيرة جدا وفي حال تم تنفيذها بدون حذر فمن الممكن انها تتسبب بحذف partition النظام بدل من partition الاقلاع فما بنصح باستخدامها الا في حال فشلة الطريقة الاولى والتانية وفي حال وجود اقلاع مزدواج يعني في عندك دول boot مع ويندوز فما بنصح ابدا بانك تستخدم هاي طريقة او انك تحذف البوت partition لان العواقب ممكن انها تكون وخيمة فباختصار الجي parted هو عبارة عن برنامج يستخدم لحذف partitions او انشاء partitions فاللي راح نقوم فيه انه راح نحذف partition البوت ونرجع انشئه من اول وجديد هلا بالامكان انه نقوم بهذه العملية يعني حذف الpartition من ملف الاسو الخاص بarch مباشرة يعني انا وبالماكينة الحية انا وبملف الاسو بس ليش بفضل اني استخدم الجي parted ايسو لانه عبارة عن نصام متكامل بيتم استخدامه من الفلاشة بشكل live يعني وبيحتوي على واجهة رسومية عملية التثبيت او الحصول على ملف الاسو هو من الصفحة الرسمية للجي parted اللي هي gparted dot org وبعدين لو اجينا لل live cd فرح تشوف بهذا المكان انه بالامكان تحميل ملف الاسو هلا بعد ما حملنا اللي هو من الداونلود رح نحمل الاصدار الاخير وحكيت انه هاد الملف اما على الفلاشة لازم يكون موجود عندك ورح نقلع منه مرة تانية على نظام نا المعطوب طيب رح نقوم بالاقلاع من الجي parted ما رح يرأي شي بالاوبشنز اللي موجودة فرح يكون enter 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 والنظام اول ما يقلع مباشرة رح يفتح عندي الجي parted اللي رح اعمله بكل بساطة هو اني رح احذف الpartition اللي هو فات 32 واللي حجمه اصغر من الpartition التاني هاد متل ما حكيت اذا ما كنت حذر بهاي الخطوة فممكن انك تحذف الpartition التاني ويكون في عندك نظام اولا غير bootable وتانيا ما عد في عندك نظام بالمرة فهاي الطريقة يعني لازم انك تستخدمها بكل حذر واذا فشلت الطرق التانية فانا رح اجي لالفات 32 او ال vda واحد ورح احذف رح يطبق التغييرات وبعدين رح اجي ال unallocated space ورح قوم بانشاء partition جديد فانا محدد ال unallocated رح قوم بانشاء partition جديد وبالنسبة ل file system رح يكون فات 32 رح نقل add ورح نقوم بتطبيق التغييرات رح نقل apply رح نقل close ورح نطلع من lg parted ورح نرجع نقل من flash arch iso طيب بعد الاقلاع من ملف iso رح ارجع ونفذ اما الطريقة الاولى بحزافيرها او الطريقة التانية الوضع راجع اليك اذا كنت بدك تستخدم grab او بدك تستخدم system d dashboard فخلينا بالبداية بشكل سريع رح ارجع وامل نفس الخطوات لانه في عندي خطوة وحيدة اللي رح تتغير بالاخير هلأ قبل ما قوم بتثبيت kernel او بتثبيت اللي grab نحنا باعتبار انه حزفنا partition وانشأنا partition جديد فال uuid الخاص بال vda واحد تغير ولهذا السبب لحتى نظامنا يشتغل فلازم اني قوم وصحح ملف ال fs tab اللي بعده عم يستخدم uuid القديم فلهذا الشي رح نقول vim slash etc slash fs tab هلأ اللي بيهمني اللي هو السطر اللي في vda واحد كمان رح نرجع مرة جديدة ونستخدم blkid فرح اجي وضيف سطر جديد رح نقل لنقطين r و exclamation mark space blkid رح اجي ل vda واحد بالبداية خليني احزف uuid الخاص بالvda واحد uuid القديم ورح اجي وانسخ uuid الجديد ورح اجي اعمله عملية copy وعملية paste وكمان رح احزف كل المحتوى اللي ما بدي رح احفظ هاد الملف وهلا رح ارجع بالخطوات اللي عملتها بالطريقة الاولى ما رح استخدم الطريقة التانية فرح ارجع وسبت الكورنل مرة تانية ال intel dash u code وانا على هاي الماكينة تذكروا اني حزفت ال grab فرح ارجع وسبت ال grab وبعدها مرة تانية رح ارجع له mk init cpio dash capital p وكمان رح نقل له grab install space dash target يساوي x86 underscore 64 dash efi space dash dash efi dash directory يساوي slash boot وكمان رح نقل له grab dash install grab grab dash make config space dash o space slash boot slash grab slash grab dot cfg وهلا نحن هيك منكون جاهزين لانه نقل له exit ونقل له اما shut down او reboot وبعد مرجعنا اقلعنا مرة تانية ومرة اخيرة لنشوف اذا كان اللي grab بشتغل فشايف مباشرة انه رجعت لاستخدم grab بدل system d boot وبالرغم من اني غيرت partition فشايف انه بعده شغال هل النظام بعده مؤقلع النظام بعده شغال يارب انكم ما تحتاجوا بأي يوم من الايام لتستخدموا هالطرق بس هالمشكلة حصلت معي من فترة واحد الاخوة كمان تواصل معي لنفس المشكلة وهذا كان الدافع الرئيسي لهذا الفيديو وبأمان الله